استجابة للتقارير الاقتصادية التي عكست ارتفاع التضخم رفع مسؤول الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة عام 2022 مما أدى إلى سلسلة من الزيادات المتتالية بمقدار 3-4 نقاط تقريباً ثم بدأوا يتجهون تدريجياً نحو تعديلات أصغر وأكثر تقطعاً هذا يتوقع محافظ البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام خلال اجتماعات البنك المرتقبة شهر يوليو ونوفمبر المقبلين مما سيكون له تدعيات على الاقتصاد الأمريكي وبالتالي العالمي التضخم هو مشكلة دولية صحيح لكن هذه المشكلة تتجزأ وتختلف بين دولة وأخرى تبعاً لحجمها اقتصادها تطورها الاقتصادي والصناعي إلى آخر وبالتالي كيف يمكن معالجة آثار هذا التضخم بين هذا البلد وآخر هو الذي يؤدي إلى إحداث الفارق ولكن الغموض الكبير الذي يكتنف التوقعات دفع المستثمرون إلى وضع احتماليات إذا أعدت مرات رفع سئر الفائدة من قبل المركزي الأمريكي بحلول نهاية العام الحالي خاصة مع بدء مؤشرات تباطئ الاقتصاد وانخفاض التضخم فيما أقر بنك الاحتياط الفيدرالي بأن التضخم قد انخفض منذ انتصف عام 2022 ولكن تظل المخاوف من أنه قد يظل عالقا فوق هدف الاحتياط الفيدرالي البالغ 2% ولذا يحافظ بنك الاحتياط الفيدرالي على سياسة نقضية مشددة كل التسريبات تشير إلى أن البنك الفيدرالي سيرفع من قيمة الفائدة طبعا لا يرفع كم نقطة لكن هذا أمر مرجح جدا وهو مرتبط تماما بمسألة متابعة خفض التضخم في الولايات المتحدة ويتوقع أن يرفع بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة شهر يوليو الحالي وهذا يتطفق مع تصريحات رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جوروم باول والتصريحات العامة لمسؤول الاحتياط الفيدرالي إنها أيضا وجهة نظر السوق والشق الأهم الذي يواصل بنك الاحتياط الفيدرالي التأكيد عليه هو أن الأسعار ستظل عند مستويات عالية حتى ينخفض التضخم إلى أقل من 2% تميل البيانات الاقتصادية إلى دعم رفع سعر الفائدة في اجتباع المركزي شهر يوليو على الرغم من انتظار تقرير الوظائف وبيانات التضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلكين في وقت لاحق من الشهر الحالي داليا الكومي تلفزيون دولت الكويت واشنطن